شوفوا هذا هذا البوكو الامفايف طبعا هذا بوكالة البي سي اي واي تلوبي بنفس الوقت يعني تقدر تطلبها من وكالتين عندنا بالعراق بشكل رسمي موجودة عندنا بالعراق طبعا هذا يجيب احدث معالج حاليا من ميدياتك الجي تسعة وتسعين طبعا هذا الجهاز واحد من الاجهزة الممتازة حقيقة خلينا نفتح لك الصندوق وراويك شنو محتويات العلبة بالنسبة للجهاز هذي هي الحافظة شوف هاي الحافظة جودة حلوة تحافظ لك على الجهاز وهذي صار شي غريب بالنسبة للاجهزة مع انه هذي الكتيبات اللي ما تحتاجها وهنا عندك هذا هو الدبوس هذي بداية الجهاز اول ما تفتح من الشارتونة شوف لي هذا تلاحظ اللون 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 فتشي ناخشونة تلاحظ لكن خشونة ينطيق ايحاء انه هذي جلد 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 رسم لكن هو مصنوع من البلاستيك شوف لي العدسات تشطيبة العدسات اسم بوكو هذا راح انشغله عندي هذا هو الشاحل الموجود اليو اس بي التايب سي الى تايب اي وهذا الشاحل الموجود الرسمي بالجهاز تصميم الجهاز كلش حلو واتوقع لو لون اصفر يكون احلى من هذا التصميم لكن اللون حقيقة حلو وهنا ملمس الجلد يعني لو ما اقل لك تخاف علي انكسر تدخلي لحافظة فيكت اكثر شي بدون حافظة حول الهاتف هذا بيش جيد ذاكرة 128 مع الرام 6 جيجا نعم اسمه بوكو م5 معالجة G99 شقد سعره هذا 164 دولار من الاجهزة اللي تقول اقل من المتوسطة الى متوسطة 128 يو اس بي تايب سي بطاري 5000 ملي امبير G99 وسعر جدا مناسب حقيقة بوكو جا تلعبها صحيح واحد من الاجهزة اللي يقدم لك سعر رخيص مواصفات حلوة هنا الشاشة من نوع اي بي اس ال سي دي مو شوشة اوموليد لكن هنا المعالج يشفع له بالنسبة للجهاز واحد من الاجهزة اللي يمتلك مواصفات حلوة مع سعر مناسب هذا من هو هذا البوكو م5 مين تخذ؟ تخذ من اللوكال الرسمي بي سي اي و اي تي لوبي اوبتيك لاين موجود على الفيسبوك تحياتي لكم